اشتركوا في القناة رح يكون غدا يوم الاثنين ثلاثين احداش اللي رح يكتمل في القمر بدر في برج الجوزاء ورح يحصل خسوف او يحصل خسوف على درجة رقم ثمانية رح يترك اثار سلبية بشكل خاص على مواليد ثلاثين خمسة من مواليد برج الجوزاء تحديدا هم اكثر الناس اللي رح يتأثروا من هذا الخسوف رح يبدأ الخسوف هذا الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت الجرينج وعظمة الخسوف رح تكون الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة ورح ينتهي تمام الساعة تسعة وخمسة وخمسين دقيقة وهو خسوف ظلي اي ليس مكتمل اي ما يقارب مدة الخسوف اربع ساعات لا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجرد ويمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في مناطق اللي رح يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة اوروبا ما عدا معظم الاجزاء الشمالية منها قارة اسيا ما عدا شمال شرق روسيا قارة استراليا قارة افريقيا جزء منها يعني رح يشوفوها عند لحظة الشروق بنسبة ضعيفة جدا جدا شرق جنوب امريكا الجنوبية غرب المحيط الباسيفيكي والمحيط الاطلسي المحيط الهندي القارة القطبية الجنوبية ولا يمكن رؤية الخسوف في منطقة الشرق الاوسط او الجزيرة العربية او مصر بالعين المجرد لانه رح يكون تحت الافق تحديدا يعني فما رح يكون واضح تماما الا من خلال التلسكوبات بصورة عامة عشان ما نطول عليكو الكسوف والخسوف امرين سلبيات يجب خلالهم الامتناع عن القيام باي خطوة جديدة ذات اهمية الجدير بالذكر ان التأثير السلبي المباشر للخسوف بيستمر لمدة يومين او ثلاث ايام فقط يعني لا هي اسابيع ولا هي اشهر ولا هي سنوات فقط يومين لثلاث ايام وبنتهي التأثير نهائيا الان ابرز المجالات اللي يجب انه نحذر منها جراء حصول الخسوف على حسب برج كل شخص غير موليد الجوزاء اللي هم من ثلاثين خمسة تحديدا الحمل عليهم الحذر في السياقة داخل المدن وفي علاقتهم مع الاخوة والجيران الثور في الامور المالية والافضل تجنب شراء اي حاجية ثمينة الجوزاء هم اكثر المتضررين وبدهم ينتبهوا في خطواتهم وبدهم يحرصوا على سمعتهم السرطان الحذر ممن يتآمر عليهم من وراء الكواليس الاسد بدهم يتجنبوا الدخول في اي مواجهة مع الاصدقاء العذراء بدهم يحرصوا على مصالحهم في مجال العمل وبدهم يتجنبوا الدخول بمواجهة مع المسؤولين عنهم الميزان بدهم يحذروا في امور السفر البعيد والاتصالات البعيدة والابتعاد عن الاماكن المجهولة العقرب بدهم يحذروا في خطواتهم المالية المشتركة وما يكفلوا او يقرضوا اي حد مال القوس في الشراكة العاطفية والشراكة في العمل الجدي في العلاقة مع الزملاء في العمل وبدهم يتجنبوا او بدهم ينتبهوا ايضا لصحتهم اما بالنسبة للدلو في العلاقة مع الاحباء لا سيما الابناء ويجب عدم المبالغة في تجربة الحظ المالي اما بالنسبة للحوت بواجه المتاعب داخل البيت او في موضوع عقاري خلينا نروح على التوقعات اليومية لليوم الاحد 29-11 القمر طبعا ما زال موجود في منزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 12 و3 دقائق مساء لا ينتقل بعدها لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم او الاسحار وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد القمر ما زال موجود في برج ثور قيلة النهار بعد ان ينتقل للجوزاء منشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج ثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اول زاوية رح تكون تثليث ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 22.39 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة رح تكون زاوية تسديث ايجابية بين عطارد والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 22.51 دقيقة صباحا عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انه هاي الفترة او فترة الاتصال بتزيد من احتمال السفر والاتصالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 57.53 دقيقة صباحا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومن حاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 38.32 دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع اما اخر زاوية هي زاوية التثليث رح تكون ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 12.48 دقيقة بعد الظهر بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية بعد هاي زاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار يعني خلو المسار الساعة 12.48 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر الى تمام الساعة 14.15 دقيقة مساءا هذا بيعني ان الفترة المذكورة في فترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر الساعة 14.15 دقيقة مساءا بكون انتقل واستقر في برج الجوزة بالنسبة لعمر القمر القمر شبه المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 2.5 قبل العصر بصير 15 يوم نسبة الاضاءة 97% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم ان الشمس في القوس حتى يوم 21.12 مزاجها تقريبا نقدر نحكي متقلب يعني لانه ما زالت محترقة ما بتشكل زوايا فنسبة السعادة لا تتجاوز الـ 14% اما بالنسبة للقمر في الثور لغاية يوم 29.11 هي سعيدة بنسبة تصل لـ 50% اما بالنسبة لعطارد في العقرب حتى يوم 1.12 سعيد بنسبة 70% اما بالنسبة للزهرة في العقرب لغاية 15.12 هي منتحسة بنسبة 10% فقط اما بالنسبة للمريخ حتى يوم 7.1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19.12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17.12 سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت انهى تراجع اليوم يعني عند ساعات الفجر بنهي عملية التراجع برجع للحركة الامامية فبتبلش نسبة السعادة ترتفع ولكن ساعاته اليوم هي بنسبة من 10 ل 20% اما بالنسبة لبلوتوف الجدي فهو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة او تدخل تحسين على ميزانيتكم بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ناقش بوضوح طويلة النهار في ساعات المساء ابتنشط في مجال السفر والتنقلات والاتصالات برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحضور القوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع احد منافستك هذا اليوم اطوي صفحة الماضي ترتفع المعنويات مجددا لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جديد وحضور عالية تعتبر فترة جيدة في ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية وميزانيتكم برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيم أبال أمالكم لسبب أو لآخر لا توقع العقد ولا تحسم أمر فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها في ساعات المساء تمتلقوا نشاط وكل هذا الضغط اللي كان موجود بيبلش يتلاشى برج السرطان ابتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك وممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ابتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي في ساعة المساء بتتراجع صحتك وبتدخلوا فترة شوي صعبة حاول انك تخلدوا للراحة برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه تحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة وممكن تكون أيام متوترة تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر العناد والمشاعر السلبية في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم بالبحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطرك هذه الفترة وممكن ترغب خوض تجربة جديدة يعني فترة ممتازة ومناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافي جديد أو مجال ما في ساعات المساء بترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلاة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة إلى الرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك حاذر النزاعات والتذمر والتمرد ومبواجباتك بشكل تام في ساعات المساء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيش شراكاتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك تكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلافات حاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم في ساعات المساء بتنشغلوا في ضبط أموركم المالية برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة بتلاحق أو بتجري اتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتك على التحمل أو قدرتك على التحمل ما تشك بنفسك في فترة هاي ممكن يكون في بعض الإنشغالات الصحية في ساعات المساء بترغبوا في تدعيم شراكاتكم برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني ما تبلغوا تجربة حظكم المالي انتوا على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية خلال هذا النهار في ساعة المساء بتتراجع صحتكم وبيتراكم العمل عندكم برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمطالب العائل أو بمتطلباتهم الأجواء ضاغطة والمسئولية كبيرة ممكن تكون على ارتباط مهم ما بجوز الفشل الفترة هاي بتحمل مصاريف منزلية في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز العلاقة مع الأحبة برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والدراسة يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف لا تسكت وأسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو للتقصير في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بشكل أكبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء